موسيقى أعزائي المشاهدين طابت أوقاتكم وأهلا بكم في اللقاء جديد مع الحدث الانتخابي وعم مع ملف جديد من الملفات اللي تهم أبناء شعبنا واللي لازم يكون لها حل جدي في مجلس النواب والحكومة القادمة واليوم نكون مع ملف الإسكان هذا الملف المهم في حياة أبناء شعبنا اللي يعاني عدد مو قليل منهم من عدم وجود السكن المناسب ونشوف في كل مكان من البلد بيوت تجاوز لا توجد فيها أدنى مستويات الخدمات وهناك بيوت من الطين كأنها منسية والمشكلة أن هناك أموال وأيضا خاصة بوزاية الإسكان واللجنة الوطنية للإسكان ولكن بلا فائدة لأن العشوائيات موجودة والناس اللي بلا سكن أعدادهم هائلة وتأكد البحوث العلمية الميدانية أن عدد الوحدات السكنية المطلوب إنشاءها بالبلد هي بين مليون مليونين ونص إلى ثلاث ملايين ونص وحدة سكنية بالاستناد إلى المعدل الدولي لعدد الأشخاص في الوحدات السكنية الواحدة وهذا يؤكد حجم المشكلة وضخامتها ملف الإسكان عزيز المشاهد من الملفات الشائكة في حياة مجتمعنا خلونا الآن مع هذا الاستطلاح حول واقع الإسكان في البلد وما مطلوب من مجلس النواب والحكومة القادمة كونوا معنا ثلاثة أيام تفصلنا عن الحدث الانتخابي المنتظر فيما تصدرت ملفات محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد والنهوض بالإعمار والخدمات دعاية مرشحين انتخابات مجلس النواب المقبل في وقت دعا فيه مواطنون إلى ترجمة تلك الوعود على أرض الواقع وإيجاد الحلول السريعة للأزمات المتفاقمة ومنها أزمة السكن التي بقيت ملازمة للعراقيين أزمة السكن ما زالت ويمكن الضاعفة بسبب تضاعف السكان للعراق أزمة البطالة ما زالت عدى البطالة المقنعة اللي جاء تشتغل أنه هي عسكرة المجتمع البلدية بينما تشوف الخريج هو قاعد لاش العمل ما عرف شن المشكلة تخطيط وين التخطيط الميزانية التخطيط الصرفها وين يكون وين 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 يقدرون يخططون المجمعات السكنية المجمعات السكنية العراق عبارة عن صحار يعني المشاريع السكن هي مشاريع قليلة وبذلك لم تظهر فضائح الفساد عليها لأنه لو كانت هناك كثرة في المشاريع لربما يمكن أن تنتج مشاكل تتعلق بالفساد لكن أصلا لا يوجد مشاريع تتعلق بموضوع السكن لذلك يجب أن نحصر لقاءنا هذا في موضوع الإسكان مشاريع الإسكان قليلة قليلة جدا والبعض منها هي مشاريع تخص فئات معينة يعني ليست هناك مشاريع لعامة الشعب لم أجد أحد يتحدث بأنه بناء مساكل للشعب العراقي بل أنهم يأخذون حصصا معينة يعني مثلا توزيع الأراضي مرة إلى المحامين مرة إلى الفلاحين مرة إلى طبعين لماذا هذا التمايز وبحسب المراقبين فأن تفاق مأزمات الخدمات والإعمار والسكن في العراق هي غياب الإرادة الحقيقية وعدم الجدية الكامل للكتل السياسية المنظوية داخل مجلس النواب إضافة إلى الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة والذي انعكس بدوره على شركات المقاولات الوهمية والشركات الأخرى التي تلكأت في مشاريع البناء والإعمار هذه الآفة الكبرى وهو صارتان المستشري في جسم الدولة العراقية اليوم ولو كانت في الماضي بس أنا أعتقد اليوم أصبحت أكبر مما في الماضي هناك مافيات وهناك شركات وهناك ناس كبار وهناك مسؤولين يحمون هذه المافيات ويحمون هؤلاء الفاسدين والسراق الذين اغتنوا على دم والمال العراقية في كل مجلس محافظة بغداد أو الجهة الموجودة في البرلمان يعني أكون لجنة النزاهة فيجب أنه تفعيل هذا الدور بصورة حقيقية يعني ليس أنه من أمن العقاب ساء الأدب فأني يجب أن أنزل كل العقوبات الصالمة بحق من يخالف ليس أنه هناك أنه أتعجل بالعمر ويرى مراقبون أن التنزع القانوني والتداخل الإداري بين المؤسسات الحكومية يعود إلى ضعف البيئة القانونية فهناك الكثير من البعثرة والعوز التشريعي للقوانين والذي بدوره انعكس على تقديم الخدمات والإعمار للمواطن البيئة القانونية العراقية تتصل بتلث صفات الحقيقة بيئة غير متكاملة وبيئة غير ناضجة وبيئة غير منتظمة على هذا الأساس هناك الكثير من العوز التشريعي وهناك الكثير من البعثرة التشريعية يعني مقابل سد هذا العوز هناك بعثرة تشريعية فنلاحظ التنازع والاختلاف في الصلاحيات ما بين المركز وما بين الأطراف ما بين المحافظات وما بين السلطات حتى داخل المحافظات ملفات عدة تخص المواطن جميعها درجة ضمن وعود المرشحين على أمل تنفيذها والحد من الأزمات الكثيرة التي تواجهه والأنظار تتجه إلى مرحلة ما بعد الانتخابات ورؤية ما سيطبق منها لبرامج الحدث الانتخابي حسن فالح أعزائي المشاهدين بعد أن شاهدنا وسمعنا حديث المواطنين من كل الإصطلاع الحاص بواقع الإسكان نحيض ضيفنا المهندس محمد الدراجي وزير الإسكان والأمار أهلا وسهلا بك معالي الوزير ثلاثة أيام تفصلنا على أهم حدث تاريخي يطمح له العراقيين حتى يصححون اليوم العراقي عاني معالي الوزير من مشكلة كبيرة وأيضا مشاكل متراكمة مثل أزمة السكن والبطالة وأيضا الصحة والتعليم وشاهدنا هذا التقرير الذي تحدث به المواطن العراقي بأله وبحصرة عن مشكلة السكن اللي عاني منها يمكن أغلب العراقيين بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك ولي قناتك كريمة على هذه الاستضافة ولو أنه يعني الوزير اللي بالحكومة العراقية يعني يعتبر مجازف يطلع قبل الانتخابات بيومين ثلاثة لأنه الأكيد الأداء الحكومي في الفترة الماضية شابهوا بعض التلكوء بعض عدم التوفيق في بعض المجالات ولكن الحمد لله ربو الشكر إحنا استطعنا أن نواجه شعبنا بكل صراحة وأن نقول لهم الحقائق كما أنزلت منذ ثلاث سنوات وإلى يومنا هذا وإلى يوم الانتخابات وإلى ما بعد الانتخابات لأن الإمام عليه سلام الله عليه قال لأحد عماله وهو مالك الأشتر فصحر لهم بعذرك أي أن المسؤول يجب أن يطارح شعبه لا أن يلعب على عواطفهم يلعب على حاجاتهم يكون واضح وصريح ويتكلم بالحقائق كما أنزلت إحنا كوزارة عماروسكال لكن هذا اليوم يريد المواطن يعرف إش تحملنا من حقائق عن هذه الوزارة نعم أولا أزمة السكن هي أزمة راكمية منذ أكثر من أربعين عام لم تبنى ولا وحدة سكنية في العرق وأنا مشهول عن هذا كلامي ومنذ زمن عبد الكريم قاسم إلى 2012 لم يستلم مواطن فقير أي وحدة سكنية بيت أو شقة أحنا خلال ثلاث سنوات ونص بدأنا بـ 93 مشروع أحد الأخوان طلع قال ماكو مشاري سكن لعدنا 93 مشروع سكني بواقع 54.801 وحدة سكنية أنجز منها بالضبط 13.893 أسكنت لشرائح مختلفة من الشعب العراقي تم التركيز على شرائح الشهداء والشهداء الأرامل الناس المعوقين لكن المواطن هذا المسكين معالي الوزير هاليوم يقول إذا أنا ما أكون تابع الحزب والجهة معينة ما رح أستلم هذه لا عبدا هذا كلام ما رح أستلم هذه المنحة من السكن والإعمار والحكومة التي تقدموا للمواطن هاليوم المواطن يحتاج حقائق بهذا الموضوع شوفي ست هيفا أنا أتحدى أي واحد يقول لي هذا أني 13.893 سلمت على أساس حزبي أحنا عدنا نظام النظام الآتي أنه وزارة الإعماروسكان تبني المجمع وتأخذ الأسماء من الجهات التي هي تشرف على الفئات المستفيدة مثلا عدنا شهداء الجيش العراق الباسل اللي إذا يدافع عنها هسا وتحية إجلال وأكبار إليه ناخذ الأسماء من وزارة الدفاع الشرطة البطلة اللي إذا تقاوم الإرهاب والإرهابين ناخذ أسماء الشهداء والشهداء من وزارة الداخلية هذا الشهيد إحنا نعرفه من يا حزب من يا هذا مؤسسة الشهداء هي تبعث لنا أسماء ضحايا النظام السابق وزارة الهجرة والمهجرين تبعث لنا أسماء المهجرين من مناطقهم الأرامل تبعث لناها وزارة المرأة المعاقين تبعث لناها وزارة العمل باقي المواطنين 30% لهم تبعثها هي المحافظة المعنية سوي القرعة وتبعثها فأين الحزبية؟ لكن أريد أسأل سؤال عدد الوحدات اللي تحدثت عنها ما شوفها قليلا خلال أربع سنين أكيد الميزانية اللي خصصت لوزارة أنا أشكرك على هذا السؤال ست هيفاء وأنا ما كملت المقدمة مالتي بعد أربعين سنة من عدم وجود سكان كم مرة الضعف في الشعب العراقي؟ قالها أحد الأخوان الأول واحد متحدث جيد قال ضعف عدد سكان العراقي وماكو مشاريع أنتوا بالمقدمة قلتوا إحنا نحتاج ألفين عفوا مليونين ونص إلى ثلاث مليونين ونص لا بس هي الحاجة الفعلية مليونين ونص زائد مئة وخمسين ألف كل سنة تضاف حاجة أختي الكريمة الموازنة ده تنطي أربعة بالألف لوزارة الأمار ويسكان للطرق والسكن بينما تنطي 42% إلى قطاع الطاقة يعني إحنا البلد الوحيد مو النفط يصرف عليه إحنا بعدنا نصرف على النفط 20% لقطاع الأمن 62% من الموازنة استثمارية راحة لقطاعين فقط أمن وطاقة البنية التحتية ما درج قد يمكن أن نطهم فالشي قليل للسكن والطرق السكن زائد أربعة بالألف يعني صفر يعني صفر الموازنة المخصصة لوزارة الإسكان والأعمار غير كافية طبعا والدليل أنه إحنا أنجزنا 100% أول العام والعام 97% يلا طلعنا بـ 54 ألف وحدة سكنية زائدا 7000 كم من الطرق لكن معالي الوزير ليش ما ننظر إلى تجربة أقليم كردستان أقليم كردستان هذا اليوم بدا نشوف الأعمار اللي بيها وحدات السكن ما تمدو على الموازنة تمدو على الاستثمار الاستثمار مو بيد نبيت هيئة الاستثمار والعراق أصبح بيها طاردة غير جاذبة الاستثمار يعني ماكو تعاون بينكم وبين هيئة الاستثمار لا مرات يسألونها سئلة فنية الاستثمار بالعراق مو صح لحن والدليل هس أنا دا أقول أطلع 13893 وحدة سكنية شغلت طيناها للناس سكنوا الطيني شقة وحدة بالاستثمار صار عشر سنوات ما عدنا الاستثمار يعني أريد أعرف ليش آه فلكو فساد أنا أقول ليش ليش أولا قانون الاستثمار يراد لمراجعة ثانيا العقلية البيروقراطية اللي دا دير الدولة يعني تقصد الروتين القاتل القاتل المقزز آه المستثمر رأس المال جبان لازم ندلله المستثمر من يجي يدخل للعراق لازم نعطيه كل التسهيلات اللازمة احنا دا عامل كمقاول أو كحرام يجاي يبوك ترى ماكوا بلد استثمروا به مجمعات سكنية وأخذوها وطلعوا يعني اذا شفوا يعني المجمع يبقى بنية تحتية بالبلد بدون القطاع الخاص وبدون الاستثمار ما تنحل أزمة السكن احنا في بداية توزيرنا خلينا مجموعة ستراتيجيات للأسف ما نطبق قدرنا نطبق منها بس واحدة أو اثنين نعم من ضمنها انه نستخدم اموال النفط شركات عقود النفط مثل الامارات تبنينا الشركة اللي تستثمر بالنفط تبنينا عشر تلاف وحدة سكنية مثلا نتفعلها على سعر البرميل على مدة العقد على 25 سنة على كل برميل يمكن 27 سنة تنطيهم زيادة تبنينا عشر تلاف وحدة سكنية لكن معل الوزير ما حاولت انت كوزير انه تاخذون يعني من مجلس الوزراء يعني تخصيصات اضافية لهذه الوزراء ما قدرت ما قدرت ما قدرت كل ما نحكي يقولون لا السكن خلنا نطيه الاستثمار والقطاع الخاص يعني بالقوة طلعت لي تشنفلس لصندوق الاسكان اللي بنالنا ها انا ما ذكرتها هاي 54 ألف من غير 42 ألف ومية وستة وحدة سكنية بنينها عن طريق صندوق الاسكان اعطينا 72 ألف وسبعمائة وتسعة وستين قرض اسكاني ما قدرنا هو ارض ما ينطوني موازنة ما ينطون من ناحية شيء يقولون يا با زيدو موازنة سكني يقول لك لا اروح المول استجوار يعني علي دعرف منه السبب هي عقلية ادارة الدولة بصورة عامة يعني ماكو تنظيم في ادارة الدولة ماكو اولويات بالتخطيط استراتيجي لادارة الدولة يعني احنا حتى مذهب اقتصادي واضح ما عندنا اكو اشكالات كثيرة في ادارة العمل الاقتصادي بالبلد التركي صاير على العمل السياسي وشون كل من ياخذ السلطة من الاخ والمزايدات على الوضع الامني ولكن اي فو الوضع الخدمي وفو الوضع الاقتصادي احنا عانين لكن سؤال المواطن الآن يعني طلحه دائما يعني انت كوزير مسؤول عن هذه الاخفاقات لوزارة اي اخفاقات انا اقصد من وزارة استهيفاء بس اسمحيلي الوحدات السكنية القليلة جدا انت كوزير تتحمل هذه المسؤولية امام المواطن اذا رجعت الموازنة ومصرفت اتحمل لكن اذا انا صارف 106% من الموازنة وصارف 98% او 97% وكسر بالمية وين التقصير طيني ارض وطيني فلوس وتعال حاسبني انا على الارض اللي دا اخذها وعلى المبالغ اللي دا اخذها دا ننجز به تم طرح مجلس الوزارة تم مناقشتها اكثر من مرة كل موازنة انا صوتي يطبق ويروحه لكن لا حياتي من تنال يقول لك لا استكن نروح القطع الخاص طيب يا با وين القطع الخاص وين الاستثمار خلي نغير قوانين خلي نعد القانون رقم 13 شمال الاستثمار هم ما نجد ادن صاغي قلنا يا با الدفع بالآجل قانون البنى التحتية هم راح بالبرلمان وفشل يعني اللي نقدر عليه لكن انت قتلك بيرا يعني بالحكومة العراقية لكم موجود ايضا وبالبرلمان لكم موجود يعني سبع وزراء بالحكومة وايضا ست وزراء وايضا بالبرلمان موجود ستة من 34 و39 او 40 من 325 لكن اذا صار اردت رئاسة الوزراء لكم مثل ما علنتم هاليوم انه رشحتم الى رئاسة الوزراء للدورة القادمة السيد علي دواي نعم هل تتغير الامور؟ اكيد احنا ادنا برنامج ورؤية واضحة واحنا نعمل كفريق سواء كان الاخ علي دوايا او اي اخ موجود احنا نعمل كفريق كتيار صدري لكن الملاحظة انه اذا تبقى حكومة محاصصة حتى لو رئيس وزراء من ادنى ما تنحل المشكلة مشكلتنا لازم تحل سياسيا بان تكون هناك اغلبية سياسية شنو الفائدة رئيس وزراء من ادنى بس ما ماكو ثقة بينه وبين الوزراء الاخرين نعم احنا نبحث ان يعني هذا اليوم افهم من كلامك انه اغلب المشاريع اللي تعطل هي عدم ثقة بين السياسيين وبين الكتر اللي موجودة نعم وهذا اليوم تفضل حكومة نعم واطيش مثال اطيش مثال حكومة حكومة الاغلبية هذا اليوم انت مع حكومة الاغلبية السياسية نعم هذا كلام صحيح اطيش مثال احنا من 93 مشروع مشروع واحد فقط او لا والله صفر هس المشروع ال94 يلا بدينا ببغداد لانه انا ثلاث سنوات ما حصت قطعة ارض واحدة في بغداد حتى ابني مجمع ايش قد ردنا في حزام ببغداد في غيرها يا اخوان هذا مرة يقول لي لا هذه زراعية ما يصير وفترة اشوفها تحولت الى ملعب طلعوا لها باللجنة العليا للاراضي حولوا جنس يا بليش متحولون سكن الى عد ماكو ماكو اراضي الى ان انتفاجئنا شو هسه طلعت هواي اراضي على اساس دي وزعون اذا صدق او لا بس هواي نردفتنهم اكو اراضي ببغداد ليش مطيتونها نبنيه لكن اكو مشكلة مشكلة هذا اليوم اذا انشاهدها وشاهدها المواطن العراقي يعني اكو تداخل بين عمل وزاية الاسكان والعمار وايضا امانة بغداد وايضا وزاية البلديات والمحافظة يعني هذه ايضا اريد انتحدث عن هذا الموضوع اصلا اي والله هذا كلام دقيق جدا التداخل والتشابك التشريعي الموجود بالدولة العراقية في كل دولة ماكو يعني مثلا الطرق الطرق تجي الطرق الخارجية على وزارة العمار والاسكان الطرق الريفية على المحافظة من تنبيه الاقالي الطرق داخل المدن على البلديات داخل بغداد على امانة بغداد لذلك مثلا هسا اكو طريق بسبع البور يعني مشكلة بين الامانة والمحافظة هذا يقول عليو هذا يقول عليو وصار لث سنين هو ثلاث كيلوات ما احد مسوي احنا ببرنامجنا انه اما نلغي المحافظة او نلغي الامانة ماكو دولة بالعالم بيها محافظة وامانة ماكو دولة بالعالم الطرق هذا حدك التهنانة مننا نبدي البلدية انت هذا حدك مننا تبدي المحافظة ماكو هي تشي المساكن المحافظات تبني الوزارات تبني المباني الحكومية كل وزارة صارت دولة وعلم وهي عندها دائرة هندسية وتصمم وتبني ولكن هناك وزارة اعمار لذلك أنا أدعو إلى أن يشكل المجلس أعلى للأعمار يكون هو المسؤول عن جميع مشاريع الأعمار في البلد ويكون هو المنسق والمنظم لها ويصير قوتقة تصب فيها كل مشاريع الأعمار في البلد لكن أريد نرجع على تحدثت عن حول حكومة الأغلبية السياسية الكل هذا اليوم ينادي بالحكومة الأغلبية السياسية هذا حق للجميع الكل ينادي الكل ينادي بهذه الحكومة وهذا اليوم نشوف الكل ينادي بالحكومة هم موجودين بالحكومة هذا اليوم حالة طبيعية كلهم موجودين يعني معناه أنه أكو اتفاق وقناع على ذا الجميع أنه بعد ما نقدر نشتغل بحكومة محاصصة وهذا مؤشر إيجابي أنتوا قادرين أن يشكلون حكومة أغلبية سياسية؟ هذي من يقررها ست هيفار؟ يقررها المواطن يوم 34 إذا بقينا أنا شوف أنا جدا صريح والله أحكي بالتلفزيون مثل ما أحكي بالمكتب مثل ما أحكي بالبيت مثل ما أحكي بالمقر السياسي مثل ما أحكي بالندوات العامة إذا ضلينا كل من كل حزب بما لديهم فريحون وكل مجموعة راح انتخبت ناسها إيش راح نرجع من جدة وجديد أنه عدم ثقة ومثل الديوت شايت ناقرون وبالنتيجة من ابني بلد لكن هذا اليوم أعلنتم عن مرشحكم لرئاسة الوزراء للحكومة القادمة هذا اليوم بعلان يعني فشحتم أسيد علي دواي يعني هذا اليوم كتلة الأحرار أعلنت أي وين مشكلة؟ يعني عدتكم ثقة أنه منصب رئاسة الوزراء لكم إيليش ما عدنا ثقة يعني عدنا ثقة دائم إيليش ما عدنا ثقة أنه سنحصل على أغلبية تمكننا من أن نكون محور استقطاب يعني راح نشوف حكومة أغلبية سياسية بقيادة الأحرار؟ إن شاء الله مثل شخص زاد علي دواي أخونا العزيز أو غيره إذا ما صار يتوافق أو شيء مفيد مشكلة ولكن الأحرار سيأخذون الحكومة القادمة وهذا من حقنا يعني أنا أريد أسأل والمواطن يسأل يعني مو الوقت مبكر لإعلان مرشحكم لرئاسة الوزراء؟ والله أكو خاصة مع وجود التحالف الوطني وتحالفات أخرى؟ كتل أخرى أيضا رشحت وهذا إحنا من حقنا أنه نقول للناس نحشدهم أنه إحنا جادين في السير في قيادة الدولة والخيار للناس إحنا هذا كلامنا لأتكلمه مو موجه فقط لأنصار التيار صديق موجه إلى أبناء شعب العراق جميعا أنتوا يا ناس تعالوا نقف عندك كلمة سوا إذا وجدتوا أفضل من الأحرار قنعونا إحنا وياكم نروح ننتخبهم إذا لا والله وجدتوا أداء الأحرار سواء وزراء أو محافظين أفضل من غيرهم لكن في إعلان يعني إعلان سابق قبل هذا الإعلان أعلنتم عن خمس مرشحين لكتلة الأحرار لتسنم منصب رئيس وزراء هذا اليوم أعلنتم علي دوايا هل تم الاتفاق على هذا الشخص؟ قد يكون هو الخيار الأول الآن الموجود عندنا ومنصب رئاسة الوزراء تحكمها عوامل كثيرة أولها عدد المقاعد التي نحصل عليها التوافق على شخصية رئيس الوزراء علاقات الدولية المحيط الإقليمي والدولي البرنامج والرعاة ليخليها الفريق المكلف بإدارة الدولة فحالة طبيعية أنه نعلن عن مرشح أو ولي أدنى لكن سؤال مرشحكم هذا اليوم له مقبولية بالداخل والخارج أن يكون رئيس وزراء للعراق؟ هذا يقرر ما بعد الانتخابات الكتلة السياسية التي تأتلف معنا تشوف نقول لهم هذا وضعنا لكن هذا اليوم أنت رشحتوا لكم رؤية أن السيد علي دواي هو من سيقود الحكومة القادمة هذه شخصنا من سيقود الحكومة القادمة هم الأحرار قد يكون رئيس مجلس وزراء منهم ولكن الأحرار دأبوا أن يعملوا بروح الفريق الوحد يعني إحنا حتى بالمحافظينا ووزراءنا أكيد يعني موسر أنه إحنا نجتمع كوزراء ترى قبل اجتمع مجلس وزراء تعني تفسد روح الفريق الواحد مع التحالف الوطني؟ شون؟ مع التحالف الوطني؟ بداخلنا ومع الحلفاء الآخرين مو شيء يكون من التحالف الوطني؟ التحالف الوطني أعتقد هو الخيمة التي تضلل العمل السياسي الآن لكنه عمليا الآن اليوم في دخولنا الانتخابات دخلنا بقوام منفردة بعد الانتخابات لكل حادث حديث تبدأ جولة جديدة من التحالفات والتشكيلات أكيد يبقى التحالف الوطني للعلم يعني إحنا الركن الأساسبي تيار الصدري أكبر كتلة داخل التحالف الوطني إحنا ونريد نبقى إحنا شوف قاعدة كونية أنه الكتلة الكبيرة تفتح حولها الكتل تجذب الكتل اللي أصغر منها فإحنا مثل ما كنا أكبر كتلة وكنا بيضة القبان في الانتخابات السابقة أتوقع وأعتقد أنه سنكون الكتلة الأكبر التي تستقطب تكون محور يستقطب جميع الكتل الأخرى وهذا عندي ثقة كاملة أولا بأنفسنا بجماهرنا وثانيا بصراحة بأبناء الشعب العراقي لأنه بعد شمس الإنجاز ما تحجبها غربال يعني إنجازاتنا واضحة على أرض الواقع من يجي واحد يقول لك أنت سويت في الإسكان أقول لك هذا اللي قدرت عليه هذا إنجزت كل موازنتي سبعة آلاف كيلومتر طريق هل قد قرض إسكان هل قد وحدة سكانية غيري حشي أنا مو حشي اللي يريد الإعلام يطلع ويشوف مش قد دي يحاولون سبتائتي يطلع لك والله فساد أنت وزارات فاشلة لكن المشكلة هذا اليوم وإنت من الناس طلعتي وشفتي الإنجاز خلينا نأخذ هذا الفاصل ونكمل قديثنا ومشاهدين فاصل ونعودوا لكم ونحن نعمل أن يكون هناك دعم لهذا الصوت أي صوت الجبهة العربية للإنقاذ لتكون البذرة اليانعة لإحداث مثل هذا التغيير على المستوى المحلي والوطني إن شاء الله نحن نتمنى أن تكون هذه القائمة في الصدارة لأنها فعلا دافعت عن كنفوف ودافعت عن العراق ودافعت عن عروبة العراق وعراقين كنفوف وعن كل الأمور التي حاولت المساس في وحدة العراق أعتقد أن المهمة ستكون صعبة وشاركة تحتاج إلى توحد وتحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة في المحتركة السياسة العراقين وضعها شكرا لأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس التجمع الجمهوري بالعراق على دعمه المتكامل لنا كنساء وشباب وأطفال ورجال وسياسيين وكفاءات علمية كرفوك بكل أضياتها كرفوك للعرب وللكرب وللتركمان وللمسيح أدعوكم للمحبة والسلام أدعوكم للمحافظة على الأمن والسلم الأهلي أدعوكم لبناء دولة مؤسسات تخترب فيها التطوق والفريات وتصان فيها كرامة الإنسان ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين بعد هذا الفاصل مع ضيفي معالي وزير الإسكان والأعمار أهلا وسلم بكم معالي وزير مجددا معالي الوزير نتحدث أيضا على الاستبعادات التي حثت هذه الأيام جواد الشهيلي وأيضا السيدة مهى الدوري كيف تنظرون لهذه الاستبعادات؟ والله أعتقد أنه كان عندي بيان واضح أولا المفوضية لم تظلم لا جواد الشهيلي ولا مهى الدوري ولا كتلة الأحرار وأنت وصفتها بالتصفية السياسية بل ظلمت نفسها والتاريخ سيكتب أن هذه المفوضية استخدمت ضغوط سياسية لتصفية خصوم سياسي وإلا ماكو أي مسوّغ لاستبعاد لا جواد الشهيلي مسوّغ قانوني ولا مهى الدوري وإنما كان هناك استهداف واضح استهداف للأشخاص أو للتيار؟ والله أولا للأشخاص ثانية للتيار لأنه الشخصيتين يجيبون أصوات ولكن أملنا كبير بمناصرين وأبناء شعبنا أنهم ينتبهوا والرد على هذه اللا استقلالية سيكون في يوم 30-40 أنا أعتب عتب كبير على الأخوة في المفوضية يعني ولا واحد مزر يعني أنا أفهم من كلامك أنه تقصد المفوضية كانت مسيسة في هذا الموضوع؟ نعم وكان مفروض أنه الهيئة القضائية بس بشغلة جواد الشهيلي حتى الهيئة القضائية التمييزية لأن المفوضية رجعتها بس الهيئة هي اللي استبعدتها الآن مهى الدوري الدكتورة مهى استبعدتها المفوضية شوفي قد لكل شخص ستهيفاء مناصرين ومحبين ومبغضين نعم وماكو شخصية بالعراق أكو عليها اتفاق قد يكون ناس ويا مهى الدوري ناس ضد مهى الدوري الناس ويا محمد دراجي ناس ضد محمد دراجي ولكن هذا مو أصل الموضوع أصل الموضوع هو كيفية بناء نظام حقيقي نظام دولة وليس نظام استفزاز لخصوم سياسيين يعني المسوغ القانوني لاستبعاد أي مرشح واضح بالقانون أن يكون مشمول بإجراءات المساعلة والعدالة أن يكون مرتكب جريمة مخلة بالشرف أو أن يكون محكوم بأربع إرهاب أي إرهابي هذا الناس ثلاث شغلات يعني أنا فهم كلامك أنه ماكو أي مسوغ قانوني لبعادة نعم وهناك مذكرة من أحد المفوضين مفوض من العضاء المفوضية شارح هذه الأمور بأنه يا أخواني يا مفوضين أنا هاي المذكرة مالتي أرجو أن ترفقوها بالقرار وهذه المذكرة من صفحتين يعني من الأسف ما أدري ما جايب هو يعني أنت عرفين أنا ما أخذ لسئلة قبل اللقاءات فمذكرة من صفحتين بيشرح لا قانونية استبعاد مها الدوري فبغض النظر عن شخص أختنا الكريمة مها ولكن هو تعني أفهم إن كلمة شخص سياسي وليس قانوني نعم نعم حتى الآخرين نحن نشوف الآن مع الأسف بدون ذكر أسماء بعض الناس هما معروفين ذا كوة كان يسوون عبوات بالتلفزيون يعلمون الناس شون يضربون الواحد اللاخ شو هذا الآن ما يستبعد يبقى بالانتخابات الناس لحد ثلاثين أربعة لابسين للزيتوني ويدافعون عن نظام المقبور وبعدهم موجودين بالانتخابات وبقوائم معروفة زين شنو قبل يومين ثلاثة من الانتخابات يستبعدون رقم مهم من أرقام التيار الصدري ليش وبدون أي مسوق قانوني والله مشادة كلامية ما قوحنا صارنا ثلاث سنوات واحد يسبي اللاخ بالتلفزيونات شو هالساخرة ثلاثة يامي صارت يعني كلام غير مقبول وأنا يمكن أقل يمكن أكثر الناس دبلوماسية في وتعامل معهم وشلسات الدولة بس هنا أنا طلعت عنحتها يعني ما يصير فوضية كان مفروض تكون أكثر إنصافا والمشكلة العطلة نعم يعني المفروض للهيئة التمييزية فيه ايش أمر ما تقعد والله شنو عطلة يعني أكو مشكلة كبيرة بس إن شاء الله الرد يكون ثلاثين أربعة وسيعاد الحق إلى نصال لأننا فمن كلامك أنه هي مسألة سياسية بحثة أصبحت هذا رأي شخص دعني أعود الآن أيضا إلى المبادرة السكن هذه المبادرة هذا اليوم سيتها يفعل اليوم مرة سياسة مرة مهنية نحن الموضوع من الحدث الانتخابي يعني الحدث الانتخابي يتعلق بالسياسة وما يدور وأيضا ملف الإسكان والأعمار هذا الملف بفضل يجد المواطن العراقي يعرف إن شاء الله وأيضا أنت رجال دولة ومرشحين إن شاء الله إحنا ما قصرنا ولا رح نقصر مع الشعب العراقي الله شاهد خليني أحكي عن موضوع المواطن هذا اليوم يستغرب منه يعني وأيضا يسأل عن مبادرة السكن هذه المبادرة الوطنية للسكن وزعت قطع عراضي كثيرة وكبيرة للعوائل الفقرة والمحتاجين من المسؤول عن هذا الملف؟ الأمانة؟ وزارة الإسكان والأعمار وزارة البلديات المحافظة أيضا المواطن يريد يعرف والله أنت مبتعت عن السياسة أبو قيتي بالسياسة هذا موضوع سياسي بحت حين نتحدث جوابي الصريح؟ جوابي الصريح؟ طبعا نريد المواطن هذا اليوم يعرف كل شيء ما أعرف منه المسؤول عن الموضوع لأن أنا وزير إسكان ولم أحط علما بأي شيء راح أتشدت الوقاعة بما جرت أولا شو قبل شا نقول يا بطونا أراضي في بغداد خلي نبني قالوا لا ماكو أراضي وعندي بالكتب الرسمية أمانة بغداد أكثر من ثمين كتب رسمية مراسلات مرة يطونا تطلع خط سريع مرة تطلع مكب نفايات مرة تطلع عشوائية نحن كنا نقول قبل ثلاث سنوات بس أنا آسف شوي راح أخذ وقت حتى أشرح للمواطن الحقيقة يعني بس أيضا مداخلة أيضا بسيطة حتى تنظين الحقيقة كلها هذه الأراضي التي توزع قانونيا خلي سندات التي الآن توزع خلي أشرح لشي الأمر بالتفصيل كانت عندنا رؤية أنه المناطق العشوائية المنظمة عشوائية منظمة أنه صير واقع حال ونطيها خدمات ليش من تمطر الدنيا الناس بعد ما حد يقدر يشيل أحد هسه رفضوا هذا الفكرة قلنا لهم الغير منظمة أنطونا أراضي نبني لهم مساكن اقتصادية وموجودة لتصاميم مالتها سويناها بالديوانية سويناها بالناصرية موجودة الآن مجمعات نبني العشوائيات قالوا ماكو أراضي ينطونا مرة مكب نفايات مرة عشوائية مرة خط سريع صدفة قبل الانتخاب من اللي ينطوكم الأمانة المحافظة قالت ما عدنا بالزور يلا طلعنا يعني بالقوة طلعنا مقاطعة وحدة بالنهروان كمنا تصاميمه وخلينا حجر الأساس آي بتلس سنوات نعم اجت ما تسمى المبادرة الوطنية للسكن طبعا وزير الإسكان ما دعية إليه مو جزء منها مو جزء من اللجنة مو جزء من اللجنة بالسياسة الوطنية للإسكان قالت هذه الأراضي كون وزارة الأمار اسكان تبني بيها التمكين وليس توزيع الأراضي زين هسا أنت فرضا فنفرض أنه هذه صحيحة أنه الطو إلى أرملة أو فقير قطعة أرض إذا أنت طبعا أنا ما شفت واحد استلم لليوم لا بس سندات استلموا السندات هذا اليوم تتوزع لكل الفقراء والمحتاجين هاتش هاي سند يلا فنفرض وين هالأرض؟ يعني ماكو أرض على أرض الواقع؟ ماكو منو استلم على أرض الواقع هاي واحد اثنين هاي الأراضي بيها خدمات؟ بيها مي كهرباء مجاري؟ يعني هذا الموضوع كلش مهم كلش مهم نعم أنا مسؤول عن كلامي زين أنا طرحت في مجلس الوزراء الآتي قلت لهم يا أخوان أولا هذه الأراضي الرادلها بنية تحتية أكو أراضي بالصابيات هنا داخل بغداد صار لها عشرين سنة موزعة لكن الموضوع اللي تحدثت بي أنه هذه السندات فقط ورق الله يخليش بس خلي أكمل لكي الفكرة ومستعد حتى لو ساعتين قاعدين متوسط هذا موضوع كلش حساس الأراضي اللي توزع الطهن أرقام قطاع بس على أرض الواقع ما حد قل له له هاي أرضك؟ لا ما موجودة على هذا الواقع أسأ ما أدري موجودة موجودة بس ما حد استلم أرض استلموا سندات نعم طيب حتى لو استلموا أرض هذه الأرض مين؟ هذه الأرض هل هي موجودة فيها خدمات؟ مثلا الصابيات موزعة صار لها أكثر من 15-20 سنة نعم بس لا بها لا مويل لا كهرباء لا مجاري وباقي باقي صارت عشوائية شراح يصير بهاي الأراضي؟ إذا وزعت ما بها خدمات لكن المواطن اللي حصل على هذا السند ما يقدر يندلها؟ والله إذا لقيت مواطن اندلها وشاف قاعة وقعد بيها يعني جبيليا إذا وزعت فعلا ما بها خدمات زي أن المواطن هو فقير أمنين رح يبنيها؟ فأنا رح أتطرح في مجلس الوزراء والله على ما أقول شهيد ومستعد أتناظر ويأي واحد نعم على الهواء مباشرة نعم قلت لهم يا أخوان شلون هذول راح يبنوها؟ لاعدهم خدمات نحن من ابني مجمع كوزارة عمارسكان نسوي لمي ومجاري وكهرباء وطرق وحديق ومستشفى يعني مركز صحي حتى يكون جاهل ومدرسة يجون الناس فقالوا ويصدق شلون بعض الوزراء فصار قرار من مجلس الوزراء أسأل ما أتذكر رقم 93-94 قلت لك أنا لم يمهي أوراقي فصدر قرار بأن هذه الأراضي التي توزع ضمن هذه المبادرة في بغداد تعطى إلى وزارة الأعمار والإسكان لبناء دور واطئة تلكلفة فيها ثاني يوم أنا على أن تزود الوزارة بالمخططات والقرار موجود ثاني يوم أنا جبت الستاف مالي ساعة سبعة بالليل قعدنا ويممثلين لجنة اللي أنا موجزوا منها فقلنا إحنا عدنا هذا التصميم جاهز كلفة البيت هلقت راح نسوي من موازنة استراتيجية التخفيف من الفقر يلا طون الأرض خلي نبني قالوا خير إن شاء الله وراحوا ورا يومين يصدر أمر ديواني بتكليف أمانة بغداد ببناء مساكن للفقراء على هذه الأراضي وينها جابوا لهم ألف مترة بالأمين سووا لهم عيش بعشرين يوم هياكل قالوا هذي اللي راح نبنيها للمواطنين والأمر الديواني ضرب قرار مجلس وزراء وهذه سابقة خطيرة في دولة إنه قرار مجلس وزراء يضرب بأمر ديواني لكن معالي الوزير هذا اليوم يعني شاهدنا آلاف الناس استلموا هذه الأراضي ويعني هذا اليوم خيبة أمل بهذا كلامك لا استلموا سندات مو استلموا أراضي يعني ما رد أخيب أبنهم السند يعني قطعة أرض منعني أستلم سند وموثق لدى سجلات العقاري يعني ما عندي أرض يعني اليوم خيبة أمل المشارك أعرض 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 كل خمسمائة واحد يجون ما يقدرون يبنونهم يجيبون هذه الأرض مالتهم احنا نسوي لهم مجمع سكني على هل خمسمائة شقة يعني أتأكد أنه ماكو أعرض يعني أتمنى يكون أكو أرض بس لم يصل إلى علمي أنه واحد استلم الأرض استلموا سندات ورقهم قطعة وشي يقلوا له هذيش أرضك بس وين التحديد مالها وين الشوارع مالتها وين المجاري وين المي زيان هسا أنت ست هيفا أنت يعني مثقفة وإن شاء الله متمكنة أنت طينات قطعة أرض على قولتها هنه مهيمة شا ستوين به لا مي لا مجاري لا طريق يوصلها والله اسمك هاي إليك ميتين متر أمية وخمسين متر طبعا هو النظام هل تنفرزها؟ هو النظام القانوني يقول ميتين متر شون يوزعون مية وخمسين متر يمكن حتى إذا عدله ما مفروزه زيان حتى إذا مفروزه يطوش هاي أربع أركان هاي أرض وهاي اللي بصفك وهاي اللي بصفك لكن شنو الغاية من توزيع هاي السندات يعني إذا نجي وياك بالحديث إنه هاي السندات يعني مجرد السندات زيان إيش منطوني قبل السنوات خلونا نبني عليها وجماسك ليش قبل الانتخابات طالبتم بها؟ آني كلها بكتب رسمية نطالب بأراضي طوني أراضي في بغداد خل أبني مساك بغداد ربع الشعب العراقي ربع الشعب العراقي 24.6 بالعشر سكان بغداد الموازنة لازم ربع حاصروها في بغداد أنا كلها صرفتها بالمحافظات لأن ماكو أرض ببغداد ما أمطوني منين طلعت هالأراضي ما أعرف قبل الانتخابات بست سبع تشهر يعني أنا أفهم من كلامك أيضا يعني يمكن الأمانة وجود المحافظة وجود وزاية البلدية وأنت وزاية الإسكان يعني صارت أموك التداخلية بعملكم ماكو كل تداخل لا تنسيق ولا تداخل أحنا قلنا أمطونا هاي الأراضي نبني مجمعات لكننا ما نبني أمطوه للأمانة خليش تبني الأمانة يعني وإلى الأمانة شبنت هي الأمانة حتى تبني المساكن الفقراء وإذا هي شغلة الأمانة تبني مساكن أمطوها بأمر ديواني آني أدي قرار مجلس وزراء لم ينفذ ضري بقرار مجلس وزراء بأمر ديواني وحاذا كلها وثائق موجودة أنا أدريهم ماريد أنطي خيبة أمل للمشاهد والمواطن العراقي اللي أكيد يحلم شوفي أكو اللعب على عواطف الناس واحتياجاتهم هذا شيء مولوش لكن أيضا الجهة الثانية تتحدث أنه أي شيء يقوم بدولة رئيس الوزراء إيجابي بتسليم أراضي للفقراء أو مبادرة السكن يكون المعارضين أو الناس الوزراء أو الكتل اللي موجودة داخل الحكومة تعارض هذا وتبدل دعايات وإشاعات إحنا معارضنا إحنا معارضنا وتصويتنا موجود في مجلس الوزراء نعم ونعمل مبادرة بس تعال جيب تطبيقها تعال جيب منو يبني لهم وين الأرض وين الفرز زين حتى لو وزعت أرض بهمة لا مي لا مجاري زين منين تبني هاي الفقيرة الأرمالة اللي أتها 12 طفل منو يبني لها يعني تتحدث وين الأرض يعني أنا أفهم من كلامك أنه الأرض ما موجودة أصلا لا بك بس سنة قالها ونانا يم الدورة هاي اسم هاي القطعة هاي وراح نفرزها ونوزعها سنستعجلها وسووا سندات بقطع وين أنطيني واحد قالوا له هاي المئتين متر مالتك هاي حدودها مو على الورق ليش أخذوه بيده ودوه للواقع وقال لولي هاي أرضك إذا أكويت واحد خلي اطلع خلي جاوبني كم دور السكنية سلمتم أنتم كوزارة للناس اللي محتاجه 13893 هذا جدا خليل العدد على ما يعاني المواطن العراقي هذا اليوم ما لازم السكن طبعا طبعا بس أنا سويت وياهب سويت وياهب داخل هاي 13 ألف 146 مدرسة و 52 راوضة و 46 مسجد و 49 مركز صحي و 51 مول صغير يعني أنا سويت مدن سويت 20 مدينة صغيرة كل مدينة بيها تقريبا 500 إلى 600 لكن أنت لحد هذه اللحظة تحدثت عن الجانب الإيجابي في عمل الوزارة هذا اليوم أيضا يوجد هدد كبير من المفسدين داخل هذه الوزارة في كل هالخام الدراجي بمحاسبة المفسدين بتشخيص المفسدين داخل هذه الوزارة نعم هذا اليوم نحتاج إقالة مدير عام إقالة وكيل ووزير والله احنا أولا حسب هيئة النزاهة استبياناتها احنا أقل الوزارة بيها نسبة فساد لكن بيها الإجراءات أولا سوينا إجراءات وقائية غيرنا نظام الإحالة طيني هسا أي مقاول خلي يجي يأترض نريد نتحدث عن بعض الأخطاء اللي موجودة في الوزارة نعم الأخطاء موجودة بس إجراءاتنا شنو أنا الوزير الوحيد اللي قايا ثنيا لحد الآن من مدراء الطرق بس مو مدير عام لأنه ما أقدر أقل مدير عام لازم يجعل البرلمان والتصوير لا المجلس وزراء ومشكلة بس أنا بالصلاحيات العدي يعني أقلتهم بعد أن تأكدت أنهم مفسدين وبالدليل القاطع لأنها قطع أرزاق وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق بعد ما تأكدت شوفي الوزير في مكان قاضي يجب أن أكون دقيق جدا لا أتحدثت كلمة مهمة جدا أنت الوزير بمكان قاضي نعم هل أخطأ الدراجي في بعض القرارات أكيد يعني كان أشياء كان الأولى أنه سويها سويت أشياء ثانية باللي أقدر عليه وهذا اجتهاد لكل مجتهد النصيب ما كو إنسان بلا أخطأ بس لم لم أكو خطأ وكو خطيئة وكو خصور وكو تقصير نعم إذا أنا قصرت بدون عام بسبب اجتهادي فأطلب العفو من الناس وإن شاء الله نصحح هذا المسار ولكن إذا كان تقصير متعمت أنا عرفت الخطأ مالتك إذا كان تقصير متعمت ومؤذي لا سامح الله أو فساد فبعد حتى عفو الناس ما يفيد للا مغفرة رب العالمين لكن عندي أسئلة سريعة معالي الوزير هذه الأسئلة أسترى الأسئلة الإيجابية هواي أكثر من السلبيات اللي في وزارة العماروسكا نتمنى نتمنى أنه كل الوزراء والوزارات اللي موجودة تكون عملهم إيجابي للمواطن العراقي المواطن العراقي هاليوم يعني قامي هاليوم قامي يقيم الرجل العمل أو رجل اللي خدم هذا البلد وخدم المواطن والناس اللي ما عملوا يعني هذا اليوم أصبح المواطن العراقي والناخب يدوك هذه الأمور أكبر دليل أنه أنا ما أخاف من الناس أنزل بالشارع أحشوا ياهم يحشون ياهم شفناك بجولات عجيبة يعني ما عندي شيء أضمع المواطن وأكو هاي من المسؤولين يخاف مو من القتل أو الاستهداف يخاف يواجه الناس أنا ما أخاف واجه الناس لأنه عندي ثقة كاملة أنه أنا أديت اللي أقدر عليه هاي الطرق لأن هذا الطرق السريع اللي صارت الحوليات العالم تمشي تسوق عليها بالسيارة ومن تجي يشوفوني يقول له والله رحمة الله قال لي هذا الطريق كان ما صار بوقتك هذا يقول نعمة من الله سبحانه وتعالى لكن أريد أسئلة سريعة نعم أو ضد أو كله ضد وكله يعني مع أو ضد ضد هذا الموضوع نهائيا أو مع نعم مع الولاية الثالثة لنوري المالكي أنا ضد الولاية الثالثة لأي شخص مو فقط نوري المالي دولة رئيس الوزراء نوري المالكي الولاية الثالثة الإنسان لو أمحمد الدراجي أنا ضد الولاية الثالثة ليش؟ لأنه الإنسان أدى قدرة توزيع المسؤوليات على أساس المحاصصة والطائفية ضد 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 تماما ضد قانون البنة التحتية معا تأخير إقرار الموازنة صبعا ضد هاي هذا جريمة بحق الشعب العراقي التأجيل الدائم لقانون الأحزاب السياسية ضد لازم يصير قانون أحزاب ما دري أشميل تمليك الدور للمتجاوزين وسكان العشوائيات بصورة منظمة نعم معا بصورة منظمة مو قبل الانتخابات بيومين الخدمة الجهادية لا ضد أكواه الجهاد لازم من الله سبحانه وتعالى يأخذ الأجر مو يأخذ الأجر بالدنيا طبعا ضد موضوع استبعاد المرشحين بجانب سياسي كبير؟ نعم ضده أنا يعني بجانب سياسي وأني ضده هل التيار الصدري مع فكرة انفصال الكورد من العراق؟ لا أنا مع واحدة العراق وكل إنسان إلحق تقرير المصير بس إحنا مع عراق واحد موحد لحكمة دستور حكومة الأغلبية السياسية هل هي الحل الأنجح للعملية السياسية؟ نعم بدون ما تكملين نعم شكرا جديد موجود ببرنامجي حتى الدستور إذا نريد أن نغيره حتى نقدر نعيش بدون محاصصة ما عندنا معنا أن نغيره شكرا جزيلا شكرا لضيفنا المهندس محمد الدراج وزير الإسكان والعمار على مساهمته معنا في الحدث الانتخابي ونؤكد على أن حق الرد مكفول للجميع حفاظا على المهنية وإعلاء صوت الحقيقة ومعالجة الخطأ حتى نوصل جميعنا إلى تحقيق الطموح في حياتنا وأنتم عزيز المشاهدين إليكم شمعة أمل وأمنيات محبة وتأكدوا أن القادم أفضل إن شاء الله وإلى اللقاء في حلقة جديدة من الحدث الانتخابي إلى اللقاء اشتركوا في القناة